انما في الحقيقة بقى هو يعي كل شيء ويعرف كل شيء وده كان باعتبره انا اللي بيتقال علي مباركي ومن قلبها مبارك كان يعني انتها تقصير تقصير في ذلك الوقت في حاجات كتير جدا يعني انما هو نفسه حب الفيلم حب الفيلم مش عشان هو طلع مش عارف حاجة لا حب الفيلم لان اول مرة فيلم يتناول حياة رئيس الجمهورية وهو على قيد الحياة الدور طبعا العظيم مش جابه ايضا في صورة التعبير اللي ربما يتم في صورة مهزبة يعني رئيس بيتعامل مع طبخه بشكل انساني لما طبخه بيقول له او بيسأله على علبة الكشري لما طبخه بيقول له تأخرت ليه لما طبخه بيرد هو كان يعني مختلف في الكلمات الشخصية لست خالد زاكي هتأكلني النهاردة بانضباط شديد يعني كانت فيها صورة جمالية ايضا ما كانتش الصورة يعني وما ادراكي ان ده ما كانش بيحصل في قصر الرئاسة من جوه ان الرئيس بيتعامل مع طبخه بهذا المنطق وعشان اكدلك الحقيقة ان بعد الفيلم ده ما اتعرض اتصل بي الطبخ الحقيقي بتاع حسني مبارك مش حاول اسمه طبعا مسا ده راجل اسمر كده ده الطبخ بتاعه واسنع للفيلم جدا ده الطبخ بقى مش حد تاني وقال لي انتو كأنكو كنتوا جوه وعارفين اللي بيحصل جوه اه يوسف معطي طبعا يعني بيرام يعني طبعا مكتب